وفقا للتقارير فإن الآبار الرئيسية المنتشرة في حقل داتشين النفطي من النفط الصخري أنتجت أكثر من ثلاثين مترا مكعبا من النفط يوميا وكان الإنتاج التجريبي مستقرا من بينها شهد أحد الآبار إنتاج النفط لأكثر من خمسمائة يوم ليزيد إنتاجه التراكمي عن ستة آلاف طن من النفط الخام كما بلغ الإنتاج التراكمي قرابة عشرة آلاف طن من النفط والغاز فبلغ عدل الآبار التي تنتج النفط ثلاثة واربعين بئرا عموديا وحققت خمسة آبار أفقية إنتاجا عاليا وفي عام 2021 بلغت المساحة النفطية ألفا واربعمائة وثلاثة عشر كيلو مترا مربعا وتشير التوقعات الاحتياطات النفطية المتزايدة حديثا تصل إلى مليار ومئتين وثمانية وستين مليون طن يذكر أن حقل داتشين النفطي يعتبر النفط الصخري جولونغ استراتيجية مهمة حيث تم حفر ثمانية وخمسين بئرا هذا العام خمسة وعشرون منها أنتجت النفط بينما تدفق النفط والغاز من سبعة عشر بئرا نظرني أن الإسخراج النفط الصغري لا يزال صعبة نسبية ولا تزال تكلفة الإسخراج مرتفع فوفقا لسهر النفطي حاليا فإن سهر النفطي الحالي هو خمسة وستون طرار لكل برامير هدفنا هو الإسخراج الكسدي والفعل عند خمسة واربعين طرار أمريكية لكل برامير يمكننا القول إننا أوثقون جدا من المخرجات والموارد الحالية